أقام حزب الشعب الجمهوري جلسة حوار وطني لمناقشة العديد من القضايا مع المواطنين ووضع حلول لعدة ملفات ودرت الجلسة حول دور الأحزاب في الحياة السياسية بالفترة القادمة كما تمت مناقشة قضايا أخرى منها حقوق الإنسان ودور المرأة المعيلة في تنمية المجتمع كما تم بحث أهمية الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الطبي الشامل عقدنا العديد من الجلسات المتعلقة بالمحور الأساسية السياسية والاقتصادي والاجتماعي احنا كنا مهتمين في فريق العمل المتعلق بالمحور السياسي على العديد من النقاط أو الملفات كلمنا على ملف الأحزاب ودور الأحزاب في الحياة السياسية في الفترة القادمة كلمنا على موضوعات متعلقة بين مباشرة الحوال السياسية وقانون مباشرة الحوال السياسية كلمنا على نقاط متعلقة بالمحليات والحقيقة عرفنا نوصل لعدد من التوصيات اللي نقدر نعرضها بشكل تفصيلي الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل عدد أكبر من المحافظات لأن دي بمثابة إصلاح للمنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية محترمة للمواطن المصري تاني حاجة نحن بنسعى أن الإسراع أيضا في تفعيل قانون زرع الأعضاء ليسمح بنقل الأعضاء من الموت المتوفين حديثا خرج الحزب المخرجات وتوصيات في عدة ملفات حقوق الإنسان وملف حقوق الإنسان خاصة بالمرأة المصرية وخاصة بالطفل وخاصة بزول الهمم وخاصة بالسجناء داخل السجون المصرية وأيضا خاصة ببعض الأفكار والمعتقدات التي موجودة في المجتمع المصري التي لا يجب أن تكون قائمة في ذل هذا العصر من أبرز توصيات لجمية العدلة الاجتماعية تفعيل وأهمية دور المعيلة والحمال المدنية للمرأة بنتكلم عنها من ضمن توصيات المشروعات الصغيرة والمتنية الصغر أهميتها في العدلة الاجتماعية بنتكلم على تأهيل وتدريب المعنيين الموظفين المعنيين بملف العدلة الاجتماعية الموظفين فده مهم جدا أنهم يأخذوا تأهيل وتدريب لمفهوم العدلة الاجتماعية في العموم